وحنا كنا نتكلمه أنا ذا نقوله لا يمكن للجزائر أن تبني دولة حديثة عن طريق خلق كينات مزورة يعني تذكر لانا ذي خلقه خلقه قالوا مولود مش لاغمه وحنا لازمنا الآن في وضع أخطر من ذلك لأننا احنا الآن رغم التجارب ورغم الهيئات والمؤسسات والقواعد الزائفة اللي خلقناها والرؤساء الزائفين تتكلمني على عمار صحيداني وسدلال ويحياء هؤلاء غير مؤهلين حتى يحكموا بلدية وحدة لأنه لو كانوا مؤهلين لتولي المسؤولية أنا نقولك نحمل نظام تعبوت فليقر أكبر مسؤولية إهدار أموال الشعب الجزائري 800 مليار القذاف اللي كنا ننتقده وانتقدته في عدة حاجات كان عايش في أزمات في عهد العقوبات تعرف شعبه؟ وأي دولة تعملها؟ أي واحد يفكر لما يكون عندك ناس مؤهلين ومسؤولين كانوا عندهم ما يسمى بند المجنب يعني جزء من الدخل لديك لازم تخليه احتياطي في حالة الطوارئ النرويج وما أدركها من نرويج ما عندهش من وسائل المالية لأننا ولمواد الطبيعية تعرف لي فلوسه بيترول وضعاته في سندات أو في حقائق سيادية 800 مليار أكبر صندوق سيادة في العالم أنا قاعد نقول لك نرويج لحد الساعة منذ بدأت تستخرج بيترول توضع الفلوس على النفط المردود على النفط توضعه في حقائق سيادية تأخذ إلا الضرائب من مدخول للنفط فإحنا إذن لما تحكي تحكي وحنا على المسؤولية أنا ما نش نتاقضي أنها ببن معي أنا قاعد نتكلم الحمدول لأن الناس اللي عاشوا مع الكيانات اللي خلقها النظام وهي الكيانات الزائفة أدركوا أنه لا بديلة لخلق الكيانات شرعية والآن لما نتكلم نحن نقول نحيش دو الدعم نجند الشعب الجزائري لمواجهات الأخطار يقول الأكبر خطرة موش الخطر الخارجي أنت الناس اللي الجيوش تم تمشي على بطونها الشعب الجزائري أنت لازم وراه الخطة الاقتصادية والخطة الأمنية الخطة الأمنية وحدها ليس أمنية عسكر وحده هي خطة أمنية أنك أنت لازم تستجيل المتطلبات الشعب في كافة المجالات بناء في كافة المجالات أنت عندك معادلة ولا أحد عنده لا عندها سعودية هذه ولا عندها ولا عندها الدول الخالجية ولا عندها مصر انت ترك قلتك عندك قارة صغيرة يسميها الجزائري وهي صورة مستغرة الأمريكة بالمناسبة الآن ما رأيك في الجزائري أصبح موضوع فوبيا ومتلازمة اسمها دول الخليج نوت تتأمر الجزائري هذه الدول التي تقول أنه جزائل ما كانت في السبعينات قوة صناعية وغيرها لم تكن ربما ولدت أصلا لذلك أنا أشعر بالإهانة لما نشوف ناس الآن يتكلمون عن خطاب ما كانش موجود حتى لما ما كانش عندنا كفاءات فكرية ولا عندنا أموال النفط بدأ يجي 71-72-73 كم كان الدخل كان النفط خمسة دولار أو ثلاثة دولار اليوم اللي فيقعات ودفليقة وصل رقم قياسي بدل ما خلق توظيف تلك الأموال لتعمير الساحل كله أنا قلت كانت خطة أمريكية أعطانهم بربعين مليار دولار دول الخارجية في بعض القطاعات نجحت جدا دبي متى ولدت في التسعيلات حاكم دبي ما عنده لنفط ولا شيء جزء من يعطيه بعض الدعم الإمارات على أساس هو جزء من الإمارات لأنه أبو ضبي عندها لكن هو يحط إداع فقط 10% باش يبني إمارة والباقي تسعيل في الميز تارف هو رجحها عندما يستطيع مرغي بيع بيوت ولا أتجارها انت لو تعمل نص الخطة الجزائر كانت قادرة تعمل خلال 20-25 سنة اللي فاتت هذه قادرة كانت تنمي الساحل ويضع بالأولياء ويحي يقول وصلت نصب مئات مليار فقط نشت من مئات مليار وعلى المدارس والمستشفيات والطرق السيارة والطريق السيارة هذا إنسان بريمي هذا كان متعلم كان يتوصي المدارس في مدارسة الوطنية للإدارة هذه المشكلة تعلق الفنيين التقنيين والبريقراطيين لما يتحولوا إلى سياسيين لذلك دائما نذكر محمد يزيد الله يرحمه هو من ديبلوماسي موحنك لما قال واحد من العسكرين الكبار بداية الأزمة 92 قالوا أنتم تخلقوا تخلقوا رؤسها وتخلقوا وزارة وتخلقوا ولات لكننا تخلقوا سياسيين هذا ليس سياسيين هذا ناس يتلونون اسمع شوف لما كان زروال ويحيا كان مع زروال لما جاء اسمع هذا يقدم الوقت يضغط علينا في موضوع المنسسة العسكرية اسمع أنا من حبش من حبش من حبش انشخص من لما نحكي على ويحيا أنا قاعد نقول لك هذو الناس بريمي ما عنده موش قدم البلاد الصلاحية منتهت الرئيس صلاحية انتهت سلال والجماعة والنضاء حكينات خلق مؤسسات بديلة المؤسسات الشرعية هذه الوهم هذا بريمي طيب سنعود على لديك المؤسسات الشرعية يعني لافت أنه ما رأيك ما تعليقك على مؤسسات الشرعية أنه الرئيس متفليقة مثلا في هذه الوضع يستقبل الغنو شيء الذي له حزب في مؤسسات الشرعية في تولس شيء ما لا يستقبل يعني ظهر ضريف بيط المجاهدة أو شخصيات طلبت استقبله مثلا جزائري لأن ابو تفليقة ولد فيما يسمى بمربع السلطة المغلق كان مع ابو مدين ابو مدين كان عنده مشاريع وكذا لكن أي واحد يدخل في المربع هذاك احنا اللي نقرر من يدخل في المربع ونهات خلاص نهايته يروح الآن الخطر وين ابو تفليقة عنده العقلية نفس المربع أنا نتحكم فيه في تونس مزيلاك ما المربع هذاك تعبور قيبة احنا شو ناس السمسي بدأ يرجع لك في التماثيل تعبور قيبة يعني احنا راجعين الفرح اللي كان مربع بور قيبة كان مربع ما تدخل شوي إلا يستخدمك وتمشي الخطر الآن في الجزائر وين الخطر وحتى المربع هذاك اللي كان فيه حكر بالسلطة باسم الدولة الاراو صبح يتحكم فيه بوشكوارا يصبح تحكم فيه باللحمر تعرر اليرقيب وجموعة جماعيات الرقية هذا والشعواذين والدجالين صبحت المؤسسة العسكرية وقل لك في حال جاهزية لقدارشة ما قبل الحرب لكن الآن انت عندك اكبر جيش وعندك اكبر مؤسسة عسكرية ليحمي قبل الاستقرار وكذا كذا لكن الاستقرار الابني فقط الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي كل شيء انت ضيعت راح تضيع كل شيء فذلك المؤسسة العسكرية راح تضيع لذلك البهلاوانيات هذه نقول لك البلد لما نحيد لما نقرأ الجرية الجزائرية نشوف باللحمر هذه تعرقية هذا الصباح ويرحوا مع الفرق الوطنية ويرقون الرئيس ويرقون الوزارة البلد الآن يحتاج الى انقاذ انه اصبحنا راهينت الدولة اصبحت راهينت مشكارة قطوطي في المقرب المشكارة مجماعة الرقية ومن يعتمد عليهم من اجل ابعاد الشعب الجزائري عن حقه في تكوين دولة سؤال خير ماذا عن المؤسسة العسكرية طبعا القايد صالح يتحدث في خطاب حرب والاوضاع خطيرة ولكن هذا الوضع عنده تشير انه تحديات الاقتصادية والسياسية هي التي المفروض يجب تعزيزها ورفعها وبالتالي تكون الجبهة الداخلية قوية شفت لوت لوت قايد صالح برغم دارس في الأردن وقال لك تعيشوا نشوف المستوى اللغة ويراه نفس الشي لكن هذا هو الخطر الكبير المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية تبقى عندها تراث وعندها عقيدتها يجب لنضيعها يمكن أن تساعد في الضغط من أجل العودة أو تحرير الدولة الجزائرية من المجموعات مشقارة هذه ومن المجموعات الخطيرة من المجموعات لأن يحكموا في الملاد نحن كل مبني المجهود يقول لك تطلع قرارات يوقع حقية من رئيس الجمهورية والله ما نعرف أنت قلت لي يستقبل في الغنوش يقول لش الغنوش يقعدي جامل وقاعد ينامسكين يحب يحمي نفسه خايف لنا بمرحلة من المراحل مخابرات في جزيرة تعرف كم كان سيفارة في جزيرة كم كان عندها مخابرات لما جاء تنهض الانتخابات 120 مخابرات وكان فيه تهديد غير مباشر لو تتحركوا نحن نرجعكم لطريق لكن الغنوش يعرف بوتفليقة شخصيا منذ أيام المعارضة كذلك عنده علاقة تود صداقة وبوتفليقة لعب دور في تونس من ناحية جاب السبسي والثاني قالوا مجيبوا الحزاب الكوبراء التابق وقال لكم الصغار يعملوا من نفس الطريقة طب لما لا يحصل ذلك في الجزيرة لما لا يقوم أنه إذا كان رئيس بوتفليقة نجح في الانتقال الديمقراطية في تونس لما لا يتبق ذلك في الجزيرة التفليقة عنده نفس الفكر تابنا علي وتاب الجماعة الثانيين لكن فكر البومديني كان بومديني يحب يكون عنده حكر من البناء الدولة نهارا ما عندهوش دار ما عندهوش فلوس ما كانش واحد يقترب الفلوس يقترب من السلطة لنا كان لم يورث العقيدة البومدينية لم يورث يعني ألا تحصد الجزيرة ما زرعه الحكم البومديني هذا أسمع لما نرجع لو لو نقدر نضع باريس داخل زجاجة لكن كان هناك فيه فكر الدولة قالك في الأول نضغط مرحلة انتقالية لكن كان دوره مرحش أسمع كان ضابط العسكري كان ليأخذ ناس كافي ونكوكا كوله من تعاونية ويعتبر نجح طيب فيه دقيقة ودقيقتين مع هذه الأوضاع وهذه الفزاع التي ترفع داعش يعني مع الاعتراف هناك تهديد حقيقي الحل الجزائر لمواجهة كل أخطار وكل تحديات وكل مؤامرات إذا سلمنا بأنه هناك أيضا ما يتآمر في الجزائر أنا نظر المؤسسة المنظمة دائما نقول المؤسسة الوحيدة المنظمة هي الجيش أنا نقول لك الجيش يمكن أني عبد دور حضاري في أنه يقول أن الحدود نقل مهددة أننا نجبنا تغيير ساق يعني تغيير سلمي بمعنى نجيب كبار القوم وكبار رجال الدولة ولازم ننعلن انتخابات عامة ونحول المبرلمان القادم إلى جمعية تأسيسية في أقرب وقت ونحدد قواعد اللعبة في أقرب وقت وهنا تقدر تحشد الشعب الجزائري من الطريقة الواحدة القضاء على الفاساد ونقول لك الدولة الآن ومؤسساتها وما تبقى منها أصبحت رهينة المشعوثين وبوشكارة ومن يتحكم فيهم لأننا صبحنا الرئيس غائب المؤسسات غائبة الدولة الجزائرية غيبت وأنا أخشى نحن محظوظين الآن جيشنا هون مستعملين في الحدود لكي تنيني لهيوه لكي لا يكون عنده دور داخل لذلك حان الوقت لإنهاء هذه الخزعبالات واللعب لأنك تلعب ما سير شعب كامل وأعظم شعب في العالم العربي لأتمنى أن أرى شعبي للي حارب 130 سنة يحدث لهم هذا الشعب السوري المسكين لصبح الجزائري يتسطر يتسلل في صوفوف اللاجئين السوريين يقول أنا سوري وين وصلت بنا المأساة لذلك أنا نقولك أصوات هذا سعدان الجماعة ما هو شيء في المستوى غير مؤهلة لحكم الدولة وإلهاء الشعب وإبعاد الشعب عن المشاكل الحقيقية والأخطار الحقيقية شكرا جزيلا لك سعد جبار المحامي والخبير في القانون